هو الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربعي الخراساني المجاور بحرم الله ولد الفضيل بسمرقند وكان في أول حياته قاطع طريق وكان سبب توبته أنه سمع تاليا يتلو ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فلما سمعها قال بلى يا رب قد آن اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام ارتحل الفضيل في طلب العلم فكتب بالكوفة عن منصور والأعمش والثوري وبيان بن بشر وحسين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب وغيرهم من الكوفيين والحجازيين حدث عنه ابن المبارك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن عيينة والأصمعي وعبد الرزاق والشافعي وغيرهم كان الفضيل ثقة نبيلاً فاضلاً عابداً ورعاً كثير الحديث وكان يعيش من صلة بن المبارك وغيره من أهل الخير قال ابن المبارك رأيت أورع الناس الفضيل بن عياب وقال فيض بن إسحاق سمعت الفضيل بن عياب وسأله عبد الله بن مالك يا أبا علي ما الخلاص مما نحن فيه فقال أخبرني من أطاع الله هل تضره معصية أحد قال لا قال فمن يعص الله هل تنفعه طاعة أحد قال لا فقال هو الخلاص إن أردت الخلاص قال بعضهم كنا جلوساً عند الفضيل بن عياب فقلنا له كم سنك فقال بلغت الثمانين أو جزتها فماذا أؤمل أو أنتظر علتني السنون فأبلينني فدق العظام وكل البصر توفي الفضيل سنة سبع وثمانين ومئة للهجرة في خلافة هارون الرشيد رحمه الله ورضي عنه